انتهت الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال افريقيا الجولة المسيرة المباريات المسيرة الممتعة اللي شفناها من شوية ما بين المغرب والجزائر ومصر وليبيا السلام عليكم ورحمة الله في متابعة مستمرة لدورة اتحاد شمال افريقيا أقل من 20 عام المقامة حاليا في تونس لعبنا الجولة الأولى واستطاع منتخب المغرب ان يفوز على منتخب ليبيا 6 مقابل اشيه ايضا استطاع منتخب تونس صاحب الاستضافة ان يفوز على منتخب الجزائر 4 مقابل اتنين رحنا للجولة الثانية طبعا بالنسبة للجولة الأولى منتخب مصر كان مريح وملعبش مباريات النهاردة لعبنا الجولة الثانية كان عندنا مباراة في منتهى القوة ما بين منتخب المغرب ومنتخب الجزاء انتهت بفوز المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري 3 مقابل اتنين بنبارك طبعا للمنتخب المغربي وبنقول هارد لك للمنتخب الجزائري المنتخب المغربي دخل المباراة بكل قوة وبيكمل على المستوى الرائع اللي عملوا امام ليبيا واحرز هدفين في الديئة 21 عن طريق اللاعب معاز ضحاق وفي الديئة 38 عن طريق اللاعب نعيم بيار المنتخب المغربي كان مسيطر على المباراة في بدايتها ولكن كعادة المنتخب الجزائري يصطفيق في نهاية الشط الاول كما فعل امام تونس ويحرز اللاعب القائد انيس فتاحين هدف للجزائر في الديئة 44 لينتهي الشط الاول بفوز او بتقدم المنتخب المغربي على المنتخب الجزائري اتنين مقابل واحد نروح للشط التاني وتكتمل الاصارة والمتعة ويحرز المنتخب الجزائري هدف التعادل في الديئة 60 عن طريق اللاعب كحلي بن احمد لتصبح النتيجة اتنين مقابل اتنين وتصبح المباراة قوية ومتوازنة الى ان يطرد لعب من المنتخب الجزائري فيضطر المنتخب الجزائري الى الركون الى الدفاع ولا اللاعب على الهجمات المرتدة ويضغط المنتخب المغربي وبالفعل كان له ما اراد ولكن في اخر الدقائق بهدف قاتل عن طريق اللاعب الياز بمسعودي في الديئة 92 في الديئة التانية من الوقت بدل من الضائع يحرز اللاعب الياز بمسعودي الهدف السالس للمنتخب المغربي لينتهي اللقاء بتقدم المغرب وفوز المغرب تلاتة مقابل اتنين ليحقق المنتخب المغربي الفوز التاني على التوالي والمنتخب الجزائري الهزيمة الثانية على التوالي اما بالنسبة طبع المباراة دي كانت على ملعب اريانا اما بالنسبة للمباراة التانية اللي كانت ايضا قوية بدنيا وفيها حماس كبير جدا 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 كانت التوقعات راحة للمنتخب المصري ولكن المنتخب الليبي فاجئ المنتخب المصري واحرز هدف في الشوت الاول لينتهي الشوت الاول 1-0 للمنتخب ليبيا بعد كده بيضغط المنتخب المصري بعد يعني من بداية الشوت الثاني حتى نهاية المباراة المنتخب المصري بيجري وراء احراز هدف التعادل وكان له ما اراد في الدقيقة 93 من الوقت يعني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضاع لينتهي اللقاء بالتعادل ما بين مصر وليبيا واحد مقابل واحد مبارتين كانوا في منطهق قوة مستوى متقارب جدا جدا ما بين المغرب والجزائر ما بين ليبيا ومصر ويعرفك ايه الدربيات العربية لو كانت داخل المستطيل الاخضر فقط سنستمتع جميعا وبالتالي اصبح ترتيب المجموعة دورة اتحاد شمال افريقيا لأكلم من 20 عام المغرب في الصدارة 6 نقاط منتخب تونس في المركز الثاني 3 نقاط منتخب ليبيا في المركز الثالث نقطة واحدة منتخب مصر في المركز الرابع نقطة واحدة ومنتخب الجزائر في المركز الاخير صفر من النقاط لكن المنتخب المغربي لعب مبارتين منتخب تونس مباراة واحدة ليبيا مبارتين الجزائر مبارتين ومصر مباراة واحدة اما بالنسبة للجولة الثانية القادمة الثالثة القادمة بإذن الله هتكون يوم الجمعة 17-11-2023 ما بين الجزائر ومصر والمغرب وتونس طبعا المغرب وتونس هيلعبوا على صدارة المجموعة لأنهم الأول والثاني حتى الآن ومنتخب ليبي هيكون راحة مش هيلعب المباراة اللي جاية المباراة اللي جاية هتكون قوية جدا جدا وهتحدد بشكل كبير الترتيب لهذه المجموعة مجموعة اتحاد شمال افريقيا أقل من 20 عام البطولة الودية الأشبه بالرسمية اللي بتكون استعدادية لتصفيات كأس أمم افريقيا 2025 استمتعنا النهاردة بمبارتين المغرب والجزائر 3 مقابل 2 مصر وليبيا 1 مقابل 1 قول لي رأيك في التعليقات توقعاتك للمباراة اللي جاية لا تنسى لايك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته